أو لفت انتباهي في مرة أن أنا أقلب في مناهج الأطفال في أحاديث الصلاة فوجدت أن أغلب الأحاديث تتكلم الطفل الصغير بين الرجل وبين الكفري والشرك ترك الصلاة معيني في أحاديث أخرى وعلموا أن خير عملكم الصلاة الصلاة خير موضوع وجعلت قرة عمي في الصلاة إن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاة فلا يبسقن أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجه قسبت الصلاة بيني وضعين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله يا رب العالمين قال الله حمداني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبد مالك يوم ديمة جن عبدي الأخر حديث تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يكتسر منه خمسة مرات هل يبقى مندرني شيء قالوا لا يا رسول الله قال ذلك مثل الصلاة الخمسة يمحوا الله بهن الخطائق كانتنا غرورا وزكاية وبرهانا يوم القيام التصورات الإيجابية دوما الشريعة وده برضو عدم فهم الوعاظ أنا أقول الوعاظ لأن في كثير من الوعظ الحقيقة هو مفتقر إلى التحقيق العلمي والتوازن العلمي ولذلك رأى علي رضي الله عنه رجلا يقص على الناس فقاله يا هذا أعلمت الناس خن المنسوخ قاله لا قال قد ضللت وأضلت إذن الوعظ ده أو الداعية ده يفعش يدعو إلا على بصيرة بصيرة بالشريعة ومقصدها وكليتها وأحدثها فالأمر ده مهم جدا نحن ننظر ليه التخويف والترهيب في الشريعة هل خاضب المخدوم يعني وسيلة ولا غاية وسيلة في الحقيقة الخوف يصحبك إلى أن تدخل للجنة طب وبعد الجنة إيه اللي يكمل معاك اللي يكمل معاك الحب والرجاء إذن الخوف وسيلة لدخول للجنة وليس أن الخوف سيبقى معك لا لا خوف إذا وصلت المرحلة وعينه وهي يعني حين أول القدم تضعوها في الجنة لا خوف عليك ولهم يحزنوا ما الذي يبقى في الجنة الحب الرجاء يبقى أنا في الدنيا بوازن بين الخوف والرجاء بس وبفهم وظيفة الخوف وظيفة الترهيب وظيفة التخويف بالنار التخويف بالنار ده رحمة في الحقيقة رحمة من الله تبارك وتعالى ليه؟ عشان تنضبط أفعالك ليه؟ لأن الإنسان في الحقيقة مجبول على كده مجبول على الرهب على الإقبال والإدبار على الإقبال والإحجاب عنده قوة حب وقوة بغض عنده قوة فعل وقوة ترك لهذا إبراهيم قال إلي أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن نعم طبعا ده هذا يقولك شنع إبراهيم على أبيه إزاي بقى الرحمن يعذبك وما أنت عملت إيه؟ تصيبه وفي الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبه إن رحمتي تسبق غضبه يعني حتى الذي يرحم بالرحمة أكثر ممن يعذب بالغضب والانتقام فيه سآل تانية غير تضيري وهو نقطة بس ديها سبحان الله بس نكملها إن فيه تصور مشوه عن الله عز وجل بيحصل للأطفال إن الرب فقت العقل يفضل طول حياته رابط علاقته بالله بعلاقة عقابية تكلم عليها بعضهم في كعمد رشاد في أبي الذي أكره أو في بعض يعني الكتاباتي وخبال حظاك وتكلم عليها كثير حتى من علماء النفس الغرب في مسألة طبعا التصور النصراني عن الرب تبارك وتعالى تصور في منتهى القسوة إن هو الرب لكي يخرج البشرية من سجن الشيطان فإنه قتل ابنه ترك ابنه يقتل أو قتل هو شخصيا بقى يتتحدى مع ابنه على الصليب التصور ده جعل كثير من الغرب ينزع إلى الإلحاد وده الكلام ديكارت نحن لن نؤمن برب نقاس أن يقتل ابنه التصور الوالدي إن أنت تتصور عن الوالد إن هو بيعاقب بس يجعلك تنفر طب ده التصور عن ربنا بيعاقب بس وده اللي بيعملوا بعض الأمهات هقول لأبوك أبوك بقى مربوط عنده بس بالعقاب حصل ارتباط شرطي على رأي بافلوف كده اللي هو ارتباط شرطي الوالد اسمه عقاب متى يشعر بالأمن متى يكون في حوار متى يكون في دفع متى يكون في توازن لأ اربطي بالعقاب اربطي بالثواب اربطي يعني هو أنت تربطي بس بالعلقة بالفلكة ما تربطيه كمان بالإيه بالثواب بالتعزيز الإيجابي بالتقدير ليه لأ اشتركوا في القناة